طيب هنروح للخبر اللي بعد كده الاتحاد العربي لتنس الطولة يهني الاهلي طبعا اكيد بلقب البطولة العربية للسيدات زي ما قلت لحضراتكم في مستهل الاخبار احنا فوزنا بالبطولة العربية للسيدات لم نوفق في الرجال ولكن فوزنا بالسيدات فالاتحاد العربي ارسل برقية تهنئة للنادي الاهلي خلد العودي او كابت خلد العودي مدير نشاط الرياضي بالنادي الاهلي قال ان النادي تلقى تهنئة من الاتحاد العربي لتنس الطولة بمناسبة فوز فريق السيدات النادي الأهلي بلقب البطولة العربية للسيدات التي أقيمت بالقاهرة وأوضح أن الاتحاد المصري تنس الطولة تلقى خطابا من الاتحاد العربي للعبة يؤكد فيه تهنيئة النادي أو تهنيئة النادي الأهلي باللقب بعد أداء مشرف للغاية وتوجه فريق السيدات للتنس الطولة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية الأندية بعد الفوز على نظيره عالي البحريني في المنافسات التي جمعت بينهما داخل صالة أستاذ القاهرة ويقود جهاز تينس الطاولة الكابتن أشرف عبد الفتاح والحقيقة أكيد إحنا ساعدين بحاجة زي كده وإن شاء الله القادم أفضل للرجال ياما فرحونا ما فيش أي مشكلة خالص ربنا هيوفقهم في اللجاية أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل أخبارنا لسه عندنا كتير لا تذهبوا بعيدا